أدان التجمع اليمن للإصلاح عملية الاغتيال الآثم التي تعرض لها العميد محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع وأعرب نائب رئيس الدائرة العلامية للإصلاح عدنان العدين عن إدانة الإصلاح للاغتيال الآثم الذي تعرض له العميد الجرادي ودع العدين في تغريدة على صفحته في تويتر أجهزة الدولة إلى القيام بواجبها في حفظ الأمن وضبط القتلة وكان مستشار وزير الدفاع العميد محمد الجرادي استشهد في عملية اغتيال آثمة مع مرافقه برصاص مسلحين مجهولين في محافظة مأرب ويعد العميد الجرادي من أوائل الضباط الذين انحازوا للحكومة الشرعية في مواجهة ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية المدعومة من إيران عقب الانقلاب على الدولة وساهم مع آخرين في تأسيس الجيش الوطني قبل أن يتولى منصب قائد اللواء 81 الذي كان له إسامات في مواجهة الميليشيا الحوثية في جبهات محافظة مأرب ترجمة نانسي قنقر